عودون إلى بريطانيا والأستاذ محمد المذحجي أستاذ محمد مرحبا بكم هل تسمعوني الآن؟ نعم تحياتي لحضرتك ولأستاذ المشاهدين الأفاضل أستاذ محمد هل أن إسرائيل شعرت بالخوف وردعت حتى أنها يعني في المستقبل لن تقوم باستهداف قادة عسكريين إيرانيين هل تعتقد ذلك؟ يعني في البداية يجب أن ننتبه إلى أن ما حصل أمس هو نتيجة مفاوضات وتنسيق وترتيب ما بين طهران تل أبيب وواشنطن لفترة أكثر من أسبوع ورعينا أن خرج من هذا التنسيق رد رمزي يشبه ما فعلته طهران للرد على اغتيار غاسم سليماني من خلال قصف قاعدة عين الأسد وبالتنسيق مع الأمريكان هذه المرة بالتنسيق مع الإسرائيليين والأمريكان لحفظ ماء وجهها وكذلك بيع هذا الرد الرمزي على من يوالي إيران في المنطقة خاصة في العراق لبنان واليمن بأن إيران لا يزال قوية هذا من جانب من جانب الآخر إسرائيل أيضا حصلت على مزايا ومنافع من هذا الرد حيث استطاع نتنياهو أن يلملم صفوفه الداخلية وصفوف ائتلافه الداخلي المتشتت من جديد فضلا على أنه استطاع أن يقلص من وتيرة الانتقادات والاحتجاجات الحادة داخل إسرائيل ضد حكومته وكذلك الآن نرى أن الدول الأجنبية والأوروبية والغربية التي كانت تنتقد بحدة إسرائيل بسبب جرائمها في غزة الآن باتت في موقع ضعيف والكل يناصر إسرائيل ويدين كما يسمونه بالهجوم الإرهابي على إسرائيل الهجوم الذي تم تنسيقه أساسا مع تل أبيب حسب تصريحات طهران وتل أبيب فإذن إيران جنت ثمارا إسرائيل أيضا جنت ثمارا وللأسف الشديد الرد الخاسر في هذه اللعبة التي رتبوا لها أن تكون لعبة فائز فائز لطهران وتل أبيب الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني لأن إسرائيل الآن بأريحية أكبر مع لملمة صفوف بيتها الداخلي وإسكات من كان يضغط على إسرائيل من الخارج الآن إسرائيل ستكون مفتوحة اليدين لسحق رفح ما تبقى من غزة ستسحقه إسرائيل خلال الأيام القادمة وأنا أتوقع أن إسرائيل ستتوجه إلى الجبهة الشمالية أي مع جماعة حزب الله وسنشهد حربا على لبنان أيضا الرد الإيراني كان ثأرا لقادتها ولا يصف في مصلحة المقاومة في فلسطين ما رأيك بهذا الطرح أستاذ محمد هو ليس فقط لا يصف في مصلحة المقاومة في فلسطين بل يضر بها يعني حتى قبل هذا الرد حتى قبل 25 ساعة كانت غزة هي في صدارة الأنباء في صدارة الانتقادات لجرائم ما تفعله إسرائيل من جرائم هناك الآن الجميع يتحدث عن الرد البطولي الإيراني وهذه الدعاية الفارغة وكذلك لا ننسى نقطة أخرى إسرائيل جنت ثمار أخرى وهي أنها أظهرت بأنها أسقطت 99% من الأهداف التي كادت أن تصيبها نسبة الطائرات المسيرة التي سقطت إسرائيل 100% فقط سقطت 7 صواريخ في مناطق فارغة داخل إسرائيل أي بمعنى آخر أن إسرائيل لا يزال الحصن الحديدي هكذا تريد إسرائيل أن تصور وإيران ساعدتها في هذا التصور في نشر وإقناع الآخرين أو جزء من الناس أو جزء من دول العالم أو من يتابع المشهد بأن إسرائيل لا يزال حصن حديدي لا يمكن اختراغ أجواء إسرائيل ولو أن تم استهدافها بمئات الصواريخ والمسيرات الصغيرة إسرائيل يمكن أن تسقطها كلها فالنقطة هنا أن الضحية أساساً هو من يقاوم في فلسطين ومن يحاول يناصر قضيته إيران منذ 45 عاماً تتاجر بالقضية الفلسطينية وتسمي من يتبعها بمحور المقاومة هؤلاء ليسوا مقاومة هؤلاء يقاولون محور المقاولة من تحت غطاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتاجرون لمصالحهم بدماء الشعب الفلسطيني والآن الشعب الفلسطيني سيدفع المزيد من الكلفة بدمائه سيكون الرد الإسرائيلي كما قاله الإسرائيليون أنفسهم نحن سنركز على حربنا أي حربهم مع الفلسطينيين وأيضاً ضد لبنان أو جهات أخرى في المنطقة تعتقد أن الرد الإيراني الباهت سيعطي نوع من القوة لإسرائيل كي تقوم بالهجوم على رفح أستاذ محمد يعني مو موضوع القوة هو فقط نعم يعطيها معنويات ويطلق يدها يعني ما حصل اليوم وللأسف الشديد يعني كنا نرى حتى دول أوروبية تنتقد وتهاجم إسرائيل بسبب جرائمها في غزة اليوم جميع هذه الدول التي لديها تأثير داخل مجلس الأمنة وداخل المؤسسات الدولية الآن تناصر إسرائيل يعني لا يوجد أحد الآن يلوم إسرائيل أنه ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني لأنه لديها حق الدفاع الآن من وجهة نظر هذه الدولة وهذه الجهات في المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني خسر جزء من الدعم الذي كان يحصل عليه ولو كان دعما رمزيا أو معنويا هذا لا يوجد بعد هذا الضغط لا يوجد على إسرائيل والأهم من ذلك حكومة نتنياهو استطاعت لملمة سفوفها الداخلية المتشتتة والمتصارعة هذه الحكومة اليوم نسمع صوتا واحدا من هذه الحكومة والمعارضة الإسرائيلية الجانب اليساري في إسرائيل اليوم ذهب إلى بيوته ولا يخرج للشوارع وإن خرج هذا التأثير سيكون ضعيفا حتى للشارع الإسرائيلي بأن الحكومة عليها أن تدافع عن الأمن القومي الإسرائيلي أستاذ محمد لنتوقف عند تصريح لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان يقول إن طهران أبلغت واشنطن ودول الجوار والمنطقة بشأن الهجوم على إسرائيل قبل ثلاثة أيام ويضيف أيضا يقول إن الهجوم كان محدودا يعني أنا أفهم أن الهجوم لا بد أن يكون مباغتا وأن الرد حسب ما صرحت به طهران أن يكون الرد ساحقا لماذا لم نرى هجوما مباغتا وردا ساحقا ما الخلل؟ يعني أولا لوجستيا إذا إيران كانت تريد الرد على إسرائيل ويكون الهجوم مباغتا كان عليها أن تستخدم المناطق التي يسيطر عليها حزب الله أو من داخل سوريا وليس من داخل إيران المسافة تطلب سبعة سآت طيران بطيران دون طيار حتى تصل إلى إسرائيل يعني إن كانت هذه الطائرات أطلقت من جنوب لبنان كانت تحتاج عشرة دقائق أو عشرين دقيقة بأقصى حتى تصل إلى العاصمة الإسرائيلة أو حتى إلى جنوب الأراضي المحتلة في نقب فما فعلته إيران هو مجرد مسرحية ولا أكثر وأنا أساسا لا أرى أن ما فعلته طهران سيجنبها من المزيد من الاغتيالات بحق قادتها وأتوقع يعني حسب ما أفهمه من المشهد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواصل اغتيال قادة الحرص الثوري إن كانوا في اليمن أو في لبنان أو في سوريا والعراق سيواصلون ذلك هذه المرة يعني المرات القادمة يمكن أن لا يبادروا بقصف منشأة دبلوماسية أو قنصلية لكن سيستهدفون هؤلاء ويقتالونهم ويقتالون من قادة حزب الله يعني حتى ما فعلته طهران ليس فقط لم يقيها ولن يقيها من الاستهدافات اللاحقة القادمة بل شرعنت المسرحية مسرحية البارحة شرعنت لإسرائيل أن تقوم بمزيد من الاغتيالات وإن تحدث أحدا ستقول لهم بأن هذا ردي على ما فعلته إيران مثل ليلة البارحة عبر اسكاين من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي شكرا جزيلا لكم